وصلنا لفقرتنا التالي سوموا تصحوا قاعدة صحية مهمة في رمضان حيث بيّنت الدراسات العلمية أن الأفراد الذين يتناولون طعام في شهر رمضان باعتدال تنخفض عندهم نسبة الكوليسترول والدهون والسكر في الدم والإسراف في تناول أنواع الحلويات والأكلات الدسمة بهذا الشهر يمكن يؤدي لحدوث العديد من الاضطرابات الهدمية وحتى نحكي أكثر عن أغلب الاضطرابات الهدمية التي تصيب كل الناس خلال فترة الأفطار والسحور ومن خلال ساعات الصيام خلينا نستقبل معنا الأخصائية التغذية ثواب الغبر أهلا وسهلا بك رمضان كريم وعليكم أكرم يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك رمضان كريم يعني بوجودك معنا لليوم رح نحكي عن أغلب المعتقدات الخاطئة والشائعة بتكون حول الصيام والتغذية ورحنا بلشة بأول لمعتقدة هو وجبة الإفطار التي كثير من الأشخاص يعتبروها ثلاثة بواحدة يعني ثلاثة وجبات بواحدة قديش هذا الحكي صحيح؟ قديش هذا الحكي غلط أنه يكون ثلاثة بواحدة أنه هذا المضوع تبعنا هي أنه جسم قاعد صايم 16 ساعة مرتاح المعدة جهاز الهضمي فرص للجهاز الهضمي نظيف سمومه فجأة بساعة واحدة بدي يفوت على المعدة يفوت أكثر من ثلاثة كيلو أربعة كيلو جرام أكل مختلف الأنواع ونحن نعرف قديش بقواعد التغذية الصحية قديش مهم يكون الأصناف سمبل يعني يكون مثلا مرة وجبة بروتينية مرة وجبة فيها ألياف مرة وجبة فيها الخضروات والأمور هاي كلها بدأت تندج مع الدسم مع الأمور مع الحلو مع هذه القصص هاي فيصير عندي اضطراب بإفراز العصارات الهضمية يعني جسم يروح يأفرز شيء للبروتينات يأفرز شيء للدسم فبتصير بتطلخبط الأمور كلياتها ببعض البعض ويتحول الصيام من نعمة لنقمة فهذا الفكرة الأساسية بتلاقي عالم نحنا جاين ننزل وزننا برمضان بتلاقيهم على العيد ازدابلين خمسة كيلو جرام متوسع حجم المعدة بسبب أنه بدون يفوتوا العصير بدون يفوتوا الأكل وهلا قديش عم بحكي قديش انه هلا من ندير بنا من العصاير حتى لو كانت طبيعية انه ما تجي فردفشة أول شيء لأنه هي كثير مؤزية للبنك رياس فجأة مثل كيف الواحد طالع من الحمام فقعد قدامها روحا نفس الشي البنك رياس وقت بيشوف لاقيه نسبة سكريات عالية بالعصير حتى العصاير الطبيعية فبيعملت شوك للبنك رياس فهينا ننتبه عليها أنا موضت فكرة العصير الواحد يبرئه بالمي بشوي التمر هي أفضل سكريات هي فترة المغرب هي التمر لكن مو انه فردجة هو حطي يتمي على البريق حدا يفيقني لقيه يتمي من عنه فهذا الفكرة الأساسية انه كرع وسوائل ومالزة وطاب وانا هلأ معتي سوائل وبيدي هلأ فوت كل الأصناف بديدوا من هاي من هاي ومن هاي حتى هلأ نصيحة لستات البيوت يعملوا صنف واحد أو صنفين هاي الأصناف هاي بديدوء هاي وبديدوء هاي هاي بتعمل تخمة بعد ساعة بتحسي حالك انه الأكسجة حتى للدماغ مقصية فبيصير عندك يا ارتخاء عضلات وهذا أمور هاي حتى نحن طبخاتنا هكي في يدسم وطبك في يدسم وكل شي محرومين منه السنة منتذكر من إلا لأمهاتنا ساوينا يعلى طبق رمضان يعني صفرة رمضان حلوة الصفرة المتنوعة بس بفهم يعني ما نتجاوز خمس أصناف ستأصناف هاي بتلاقيها كتير مفروضة وخاصة نحنا في عنا مشكلة انه نحنا ما منعرف نعمل تجانس صحي يعني نحنا عنا أكل مثلا 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 الأكل إزم الشاكلية أديشها طيبة وصريفة وصفرة رمضان موجودة يوم أي يوم لا يعني البروتينات هضموا الطريقة بتنهضم غير اللبن غير النشا لبن مادة رائعة جدا دخول النشا معها بيعملوا عواض ما يكون ينحف بيصير بيسمين فالقصص هاي كلياتا أنا مو جاي أعلق على طبخة معينة بس السنبلي يعني بالصفرة واجب لازم ثواب نحنا نقول ونخبر السيدات لحتى يعرفوا شو هي الأكلات وبتضروا شو هي الأكلات خلينا نحكي بنقطة يعني دائما نحنا خلينا نحكي بالعامية منخبص على سفرة رمضان ومنأكل منأكل الدهون والقصص والحلو بعدها فمنوصل لمرحلة الكولون بانتفاخ تخمي بتصير كتير عالية ورياضة للمعدة بتتمدد تتمدد تماما يعني تطلب تدسح نمو ستعلت النهار بتدسح نيه تماما بصير حجمه أكبر ولكن قديش غلط أنه نحنا نخلص فطور ونخلص الحلو ونخلص الفواكه ونخلص المشاريب ونحط راسنا وننام لأنه الواحد ما بقى فيه يمكن نفتح عيونه بعد كل هالأكلات أدي خطأ الحمد لله في عنا صلعات ترويح حتى لو بيوتنا في حركة شوي وهلأ بتضم لك الأمعاء بس القصة هلأ أنا هعطي قواعد بسيطة هلأ أنا إذا كان الوجبة هيكون فيها نشويات حتى ما ننظر على مرضانا هيكون فيها نشويات هيكون فيها بروتينات وبقوليات وحيكون فيها مواد دسمة هلأ أنا بقول الشي الصح بعد أي وجبة أنا بحب أكل باعتدال يعني بحيث طريقة قبل ما أشبع بشوي قوم اترك شي لنفسي هاي أهم شي سلسوني طعامك سلسوني شرابك سلسوني نفسك على الفكرة الأساسية بعد ما أنا قوم فورا بحط شوية خل بفنجان ماء بكسر فيها امتصاص المادة النشوية يعني أنا مثلا بديو يمتص عندي جسمي أو بديو يحلل الكلوكوز وهالأمور هاي بالإثنين عشر الخل التفاح بالذات بيقلل امتصاص المادة النشوية بمنطقة الإثنين عشر فأنا بخفف العبء النشوي للوجبة اللي أخذت يعني بعد الأكل بكاسة ماء فنجان قهوة ماء بيكسرها بمعلقة خل وبيشربها حتى ما نزعله طعام يتمه يعني يشرب كمان كاسة خل ما حي يزبط معي كتير أنا إنساني واقعي أكتر مما أنا بدي أعطي بس نصائح هالأشي التاني نحط بالسلطة دبس الرمان مشان نسري عملية غضم المادة البروتينية والبقول الشاي الأخضر لشي اسمه تسريع عملية غضم المادة الدسمي فأول شي بتصير عندك تجانس الاستحلابي بالبطن أقل حجما يعني أنا بوصل لمرحلة أحيانا بعد المغرب متضايقة من الأكل اللي أكلته والشرب اللي شربته بأخذ ساعة لتطحنه معتي ويهدي شوي البطن هلأ هاي بتسريع عملية هداية البطن حتى ما يصير عندي كتم النفس بمنطقة الجهاز العضمي لأنه كتير مهم يكون في فراغ بين منطقة المادة حتى تنفرز المادة الحاضمة وضغضهم صح بعد ما نخلص هالأشياء هاي كلياتا أنا وشربت الشاي الأخضر وهالأمور هاي مو غلط نزق الصفرة ونساعد أهلينا حتى أمهاتنا أمهاتنا واقفة على رجليها من الصبح حتى تحضرنا نتحرك معها حتى لو كنا رجال حتى لو كنا هالأمور هاي نشارك الحركة مو ضروري أنا أقول لك بيس بوتو رياضة وروح على الجهاز الرياضة تبعك ومشي وهالأمور هاي الحركة كتير إلى علامة بعد فترة المغرب بتخفف التخمي خلصنا هيك روح على صلاتنا هالأمور هاي كلياتا لا يصير نوم مباشرة حتى لو حس الإنسان ارتخى عضلته إذا حاس ارتخاء كتير عالي حلو كتير ينحط بالشاي يرفيه طوراً وينشط العضل ويتحسوا حالكم إنه لا اتنشطوا وركزوا هاي الأمور ثواب كتير من الأشخاص يربطوا موضوع السيام بشي اسمه السيام المتقطع وبينصحوا يمكن في بعض أخصائيين تغذية من ينصحوا خليني أحكي أول شي شو الفكرة اللي بيقوم عليها السيام المتقطع وأيمت بينجح معنا بينجح معنا إذا صار في عنا سحور صح لأن السيام المتقطع هاينا هيك هاينا هنعمله 16 ساعة بينخفض مستوى سكر الدم داخل العضلات فالخلايا الجسمية والخلايا عندك ما عندها غير المادة الدسمة تقطع منا لكن أنا إذا طول مالي عم بتنقرش ما لاب حاجة جسم أنه يفوت على الخلايا الدهنية ويحرق منها فلذلك نحنا كتير بيهمني أمره الصيام المتقطع هلا حيتطبق برمضان لكن النجاح فيه الصح إذا كان السحور صح فأنا هعطي مثال على سحور صح يرجح الصيام المتقطع هو زدية لبن بنحط معها خيارتين إما تبرشية أو لا أو بتاكلها لحالة معها وبتنحط معها معلقة صغيرة بزر كتان ومعلقة كبيرة كومون هاي الأكلة هي مالئة بتضلي لآخر لحظة بالمغرب لا جوعاني لا تعباني لا عطشاني النقطة الثانية ما في عندك كفية كتير إنه تكسر هذا الوجبة اللي أخدت أنا مثلا بين 8 المساء أو 7 ومص المساء بزر الكتان سريع بزر الكتان بدو يكون مسلوء أو مطحون يعني هلأ جابوا البزر دقوا بالهاوي نزلوها فورا مشان ما زيت وطيار يكون رايح فالفكرة الأساسية إني أنا هاي الوجبة هاي حطيتها عندك ياها مع الوجبة المغرب اللي أنا أكلت فيها مالزة وطبيعتي دال بتطبق إني فكرة الصيام المتقطع بأسهل الأمور وبلاقي حالي فأدي 5 كيلو جرام على فترة العيد وبكل سهولة وأنا آكله وآله وحطه وكل أموري شيء الثاني بدي نبه على ساعة المشي قبل المغرب حكينا إنو الإنسان بفترة ساعة المغرب ما عصفي سكر كتير بالدم السكر بحدوده الدنيا هلأ العضلة إذا مشت أو عملت أي حركة فهي حتفتح الخلايا الدهنية تحرق منها فأنا بقول هاي الساعة هيت وسعادة بتتساعات مشي فيما سواها فكتير إذا فكرنا أعملنا هالقصصة البسيطة هلأ أي حالنا كتير أمورنا سلسة ومن أجمل ما يكون هلأ نحنا مرأنا بأيام ما قبل شهر رمضان المبارك هي أيام الحضر في المنزل لحتى نتصدى لوباء كورونا وما يصيب ولا حدا أي مكروفة كنا قاعدين بالبيت وهلأ أيضا في قاعدة بالبيت وفيه هلأ بزيد الأكل نفشي على الأمة نتفنن بالأكل ولكن بجد جد منلاقي المعدة كبريت صار عنا كتير من الأمراض الجانبية المرافقة للقاعدة وما نصير نعمل الرياضة والمي غلط دعنا نحكي قديش غلط أنه عاداتنا الصحية أو الغذائية التي نمارسها بحياتنا اليومية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك الحلويات للزيادة والعصائر للزيادة هذول هذول دعنا نركز على اليوم صحية الأمور التي نأخذها من سهل رمضان السمارة والسوس والجلاب مثل ما أرأنا في زمن يهمنا جهازنا المناعي يكون بالحدود العليا باستعداده الآن الصيام هو معروف علميا وعالميا أنه يرفع أداء الجهاز المناعي لا نجعل كاسة عصير أنها ترجع تطالع لكل فرق يومين لأدام ويومين لوراء يعني العصائر يا جماعة نتعامل معها بفهم حتى لو عصائر طبيعية نسكب بكاسات صغيرة مدلئ وكركعة لأنه هلأ الفكرة الأساسية البنك رياس بيصير معه تشوك يعني أنا هيتير عم نبه عليها نقطة الثانية بالنسبة للي هلأ الفكرة الأساسية الأكثر غلط عادة غلط برمضان عم تم أنه نحن بالنسبة لأنه هو التقليد كل رمضان منفكر حالنا أنه ننسى شيء اسمه التغذية التنفسية التغذية التنفسية برمضان هي اللي لازم تعلا طب شو يعني هاي التغذية التنفسية رب العالمين عطانا قصة أنه نحن طول الوقت نكون لا أكل ولا شرب يعني حتى الماء اللي هو المهم بحياتنا يعني حتى الماء امتنع أنه خلي الخلية تعطاش وقت أنت بتجيب لها الميايا بزيادة وهيك فأدت صحية ويكبر القفص الصدري هاي الأهم من أحد سمار الصيام في شهر رمضان أنه يعلى حجم قفصك الصدري على حساب حجم جهازك الهضمي وراح زيانتي حياة تلبي أي إنسان يبدأ بطن يبدأ أمراض القلب ومشي الأمراض بالعاكس يحدث عننا نحن نحن ندير بالنا أنه حتى لو جعبالك لا تأكله كله صفر الدجة يعني هاي الأمر هذا يعني كثير عنا مشكلة ببلادنا أنه صفرة رمضان لازم تكون من هون لهنيك لازم يكون نوع واحد ما شوية تمر على السن النبوية النطة الثالثة تاخد شيء يهضم بعد لأن التخمة هي أكبر يعني أول ما تشعر بتخمة وحدثت التخمة عرف أن عامل شيء غلط نغفل عنها بفترة رمضان سواب أغلب الأشخاص لا يقوموا عن صفرة غير يقولوا دمرنا مع تدران تنفذ من الأكل دعنا نحكي كمان عن موضوعين كثير من الأشخاص يقولوا أنا بدي نحف خلال شهر رمضان الكريم دائما بيقولوا شغلتين يمتنع عنهم السكريات والخبز كيف هذا صحيح لنظامنا ومشو البدائل إذا أنا لازم امتنع عنهم أنا من الناس اللي بشجع الحكي هذا الخبز مو هو رزاء أساسي ممتما كل عالم يعرف أنه هو قوة الشعب أنا الخبز بلاقي فهو بسبب سمنة هو بسبب كمان مشاكل كولون إذا بدك لأنه في عبارة عن مواد بلوتينات الموجودة فيه والخميرة والأمور أنا بلاقي هو هو اللي سبب بروز كل بطن الشعب العربي أو الشرق الأوسط لأنه نحن منعرف أنه هو الممبر الأساسي وأنا ما بلاقي أبدا هو ما حنحكي مثل يعني ماري أكله كيك وكل لا شمالا هو قوة الشعب اللي تعود عليه بس نحن نعرف الشغلة أنه مو أحيانا الشغلة المتعودين عليها شي صح الخبز الأسمر بديل يعتبر لا شوفي أنا شوفي فكرتي بالأسمر الأسمر هو نفس السنبل ونفس القمح كل ما هنالك أليافة أعلى فهما ما هنالك إني عم يقلل الامتصاص النشوي وتزودي الحركة ودي القمح في ناس بتنتخم الخبز الأسمر يعني مو كل أحيانا بناسب الخبز بروز رب العالمين خلق البطن للبروز شوي أنا مو مع البطون المسطحة اللي بتورجو وبيورجو نهايها بالمجلات وبالهل لأنه رب العالمين خلق هذا الأمو بدون يمر عليه شي وفي هذا يصير تخمرات عمليتين تصير بالجهاز الهضمي عملية الهضم وعملية التخمر فهذا الشيء إذا ما كان عندي فراغ شوي يفتح البطن عليه ويسكر وهذه الأمور هذا شيء غلط لكن الفكرة الأساسية ليست يصير خمسة وصوفة فهذه فكرة التي يهم أمرها الخبز هو السبب الأساسي لتشكل البطن بشعوبنا فأنا مع الإنسان يتعود يأكل حاف السكريات خاصة السكر الأبيض الهجوم على المحليات الصناعية فكرة المحليات وإلى مشاكل بالقصص الثاني الشيء الثاني هو تدريب للحليم الزوقي أنا ليس مع أن الإنسان يقطع السكر نهائيا لكن أنت تتعود على تركيز قليلة منه هي رياضة من الأول وإخير أنت تعود على معلقتين سكر في قلب الشاي وقت تجد معلقة أو نص تجد دلعة لأنك دربت الحليم الزوقي على هذا الشيء الأساسية نعم سواب خلينا نحكي لكل المشاهدين الصايمين يلي يعانوا من مرض السكري أو يلي يعانوا من مرض القلب خلينا نحكي نصائح والتغذية الصحيحة وخاصة خلال الإفطار إذا دكتور سمح له بالصيام أهم شي خاصة كبار السن يعني يعني تجاوز النصيحة أنا أقدر أن الصيام متع الله يحرمنا منها بالفعل سعادة الإنسان اللي عم يفطر ويتفرج عليه المريض وهو عم أنه ما له صايم تحسي محروم من شيء معين أنا أقدر هذه القصة لكن طبعا نمشي على نصائح الطبيب أولا إذا سمح لمريض السكري أن يصوم أول شيء يريد يعمل إحسابه أنه ياخد شيء لا يسرع له ارتفاع السكر بالدم ولا يخلي شيء على آخر المغرب يهبط سكره فالفكرة الأساسية أهم شيء هي اسمه موازنات السكر بالدم أحسن شيء لسحور المريض السكري أنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الكالسيوم مثل المنظم الكهرباء والبراد لا يخلي السكر العالي يضرب العصب ولا يخلي السكر الواطي يضايق الجسم لأنه هن أحيانا بأدويت السكري من 400 إلى 60 فتلاقي العصب مضرب فهل أمور هيك لي هذا أي وجبة غنية بالكالسيوم بفترة السحور إن كان بياض البيض أو اللبن أو البزر الكتان مع شوية مادة نشوية فيها ألياف بتفيدهم بتنظيم نسبة السكر لطول النهار يعني معلومات كثير أخذناها من حضرتك ثواب الغبر اختصاصية التغذية أهم نفسي حركزت عليها إنه ما تقوموا عن الصفر وإنتوا متخومين تركوا الفراج ما نكير إلي ميت على الصلاة ترجمة نانسي قنقر